قبل عام ونيف رفض الغرب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية البيلاروسية وفرض عقوبات على مينسك شملت الرئيس أليكسندر لوكاشينكا نفسه في تلك الأزمة تأثرت العلاقات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي ولعبت أولندا ومعها لتوانيا دورا أساسيا في دعم المعارضة ضد نظام حكم لوكاشينكا بل احتضنتا رموزها وقدمتا لها الدعم المعنوية والإعلامية وحتى المادية بهدف زعزعة الاستقرار في بيلاروسيا وإسقاط رئيسها ولولا تدخل روسيا سياسيا ومعنويا لكان من الصعب على لوكاشينكا أن يسيطر على الوضع في بلده ضمن أطر دستورية مشهد يذكر إلى حد كبير بالمشهد الليبي النظام الليبي في عهد القذافي أقاب جدارا يمنع تدفق اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا لوكاشينكا هو الآخر استخدم ورقة السيطرة على اللاجئين للإبقاء على علاقات معقولة مع الغرب لكن الاتحاد الأوروبي هو من فسخ العقد بتدخله في شؤون بيلاروسيا الداخلية مندفعا وراء تطلعات بولندا ولتوانيا التاريخية التوسعية في أراضي بيلاروسيا معولا في الوقت نفسه على إذاء روسيا نظرا لما تمثله هذه الجمهورية السوفيتية السابقة من عمق استراتيجي لموسكو ولا سيما أنها تشترك معها في دولة اتحادية خطورة المشهد على حدود بيلاروسيا وبولندا تقبن في أن كل منهما ينتمي إلى حلف عسكري معاد للآخر حلف شمال الأطلسي من جهة ومن الجهة الأخرى منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي أنهت للتو تدريبات عسكرية تحاكي نزاعا حدوديا ناتجا عن أزمة لاجئين قد يكون من الصعب التصور بأن أزمة لاجئين يمكن أن تؤدي إلى صدام مباشر بين معسكرين نوويين لكن التاريخ يشهد على وقائع تشير إلى أن بولندا أعطت الذرائع لنشوب الحرب العالمية الثانية سلام العبيدي موسكو الميادين موسيقى